اشتركوا في القناة اربعة مليار دولار امريكي حيث ستعمل الشركة على دعم المشاريع العقارية المبتكرة والتحويلية عبر تطويع شراكاتها التجارية مع مؤسسات القطع الخاص وشركة البحرين للاستثمار العقاري ادامة الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين وبهذه المناسبة صرح السيد محمد العبار رئيس مجلس إدارة ايغل هيلز بقوله يأتي اطلاق شركة بناء البحرين في اطار مساع حميدة من كل من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ومن سيدي حضرات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظهم الله ورعاهما لتعزيز الروابط بين البلدين الشقيقين وشعبيهما وقد كانت بكورة هذه المساعي المشتركة يطلق مشروع مراسي البحرين الذي حقق نجاحا باهرا وأتى ليلبي احتياجات المجتمع البحريني ودعم المساعي الوطنية المعنية بتحقيق التنمية الاقتصادية وليعكس تطلعاتنا وجهودنا الرامية إلى تطوير مشاريع فريدة من نوعها على نطاق واسع والآن يأتي هذا التحالف المشترك استكمالا لهذا النجاح حيث سيمكننا من قيادة مشاريع عقارية مهمة في جميع أنحاء البحرين كما سيعمل على تعزيز التزامنا بمواصلة النمو والتميز في طل لتعاوننا مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين داخل وخارج المملكة ومن خلال هذه الصفقة الاستراتيجية ستصبح شركة بناء البحرين هي الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري على الصعيد المحلي كونها تمتلك محفظة زاخرة بمشاريع عقارية بارزة تنتشر في عدة مواقع استراتيجية في المملكة تقع في كل من محافظة العاصمة ومحافظة المحرق والمحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية حيث تهدف شركة بناء البحرين للمساهمة في دفع عجلة التنمية على المدى البعيد بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وذلك بفضل حزمة مشاريعها المميزة مع انشاء مشاريع متعددة الاستقدامات للاغراض السكنية والتجارية والترفيهية ومصممة خصيصا للارتقاء بتجربة المجتمع ككل وبناء على رؤية شركة بناء البحرين فان هذا المشروع المشترك يسعى لخلق فرص عمل واعدة للشباب البحريني ضمن هذا القطاع وقطاعات اخرى متعددة تشمل قطاعي الضيافة والرعاية الصحية كذلك سوف يكون للمشاريع التي ستنتج عن هذا التحالف الاثر الايجابي على القطاع السكني للبحرينيين والمقيمين على حد سواء بما ستوفره من مدن سكنية تناسب كافة شرائح المجتمع تناسب كافة شرائح المجتمع تناسب كافة شرائح المجتمع تناسب كافة شرائح المجتمع